كذلك عبد الكريم بيرا شو سيبراهيم أنا شي اللي حبيت نقوله ماذا بيك تعطيني الوقت الكافي باش نقدر نفسر لأنه لسيستام دوجو باش الناس تعرف كاللي يهضر على لسيستام دوجو ميدخل تيران ميدخلش يخدم يفاعل لسيستام دوجو وانا ما نحبش نهضر على أهمر لأنه الإنسان الحمد لله شابمان هذا هو كان أول مدرب تاع ليدار أسلوب لعب قاعدين اللي يسقلوا له WM عنده قرن 1500-1925 كان مدرب أرسونال انت ضروري كمدرب انت مشروع لعب انت مبقى الشخص انت مرح شرحت لعب انت ترافق لعبين تبني الفوز كيفاش تبنيها من خلال التحذير من خلال الرسائل اللي توصلها من خلال المبادئ اللي انت تشوف ضروري أنه لعبين يفهموها زايد لما تكون ذاكي يكونوا عندك لعبين ما تلعبهمش تلعبهم على حساب المواصفات انتحهم هذا وسط الميدان يران أنا هضرو عليهم من 81 لعاب اللي يستهلكهم جمال بالماضي من 8 سبتمبر 2018 بوبارت جونبيا 25 لعاب من وسط الميدان يمكن وجود 7 انت اللعبين لما تجيبهم ضروري عندك معايير ويجاوبهم معاك احنا ما تكلمناش بوداوي يعني قيمة ثابتة فاغولي قيمة ثابتة شايبي قيمة ثابتة انت عندك دورة على باك البرمي ماجتنا اللي يهمبورتان اللي يهمبورتان وانا قولي يفو غاني اللي برمي ماج عالش باش ماندخلوش بالاك في حسابات اخرى لانو دوزيان ماجتنا ماندفيرسير ديركت بالنسبة لنا والبورتين اللي يكشفن عيوبنا في دو ماتش أوفيسيال لليميانسان على كوب ديوموند والناس كامل شافت لعبنا في بلد من بيوناتر مراوش لتيران تعو وجاهنا دردو دو زايد حاجة خرص إبراهيم اللي كوب دافريك اللي اللي لعبناها في اللي فوسمو احنا في اخطاء انا نقول جامل بالماضي عنده مواصفات تع عوام النجاح الدينة لكوب دافريك في مصر كيفاش دينها ضروري يوقف على استقرار فريق اللي يلعب لو نشوفوا البرمي ماتش والدوزيان ماتش سيتي للمم جور سيتي للممي كيف ربحنا لدو ماتش بعدك دارلو طور نوفر تاعو بداي غير صح ما يخفى لكش اليوم حاجة المليحة اللي موجودة على الناخيبين ولا المدربين واشنوهو انه عندك ثنين وعشر لعاب تقدر كامل لرمعك في البن وتستعمل اللي بغي تستعمل خمسة من هذوك لعابين كامل هذا مراش كيمة بكري واحد الوقت واحد الوقت زمان واشي يقول لك عندك ثلاثة تحصل صحبالك عندك لعابين لما دخلتهمش وما حطتهمش تصير لفيدو ماتش وكنت قادر تستغلهم اليوم وجود البنك البنك هذي اللي تريز امبورتون لما يكونوا عندك لعابين اللي قراب في المستوى برافور لجوار اللي يرام يدخلون من الأول أولا لعابين يكونوا يلعبوا على بالهم بالليا ينكون كورنس ويقدر واحد يخرج وما يدخلش لأنه تخرج تخلي مكانك وكاين نتايج هنا يا كار اللعب وستوين الراغل نكمل مع اللعاب اللي يفصل به هذا كامل رح يخدم ما نقول المتخب الوطني بوجود هذي اللعبين هذو ما اللي عندهم مواصفات ضروري أنه انتك يتبني فريقك ودير القائمة يكونوا عندك دي جوار بوليفالا إذن بدأوا من اللور ما ندي يلعب في اللاكس ويلعبها دروات بالسبعين يلعب في اللاكس ويلعب أغوش لأنه أي تنور يلعب أغوش ويقدر يلعب القدام عندنا بن طالب يقدر يلعب ارتكاز ويقدر يمشي القدام حبي يقول فاغول يقدر يلعب على الليكوتيكي يقدر يلعب في اللاكس بوداوي انت لما تشوف عندك هذي اللعبين ندخلوا وين عدم وجود لعبين يقدروا يلعبوا غير في مكان واحد عطال لما نشوفه لما يجي من الوراء يقدر يلعب وسط ميدان يقدر يلعب ظاهر أيمن ويقدر يلعب حتى مهاجم على الأطراف لأنه عنده فنيات اللي تخليه وتسمح له يفرض روحه في أي حالة نعم